يا أولاد يا أولاد أنا تعبانة تعبانة من مبارح والله العظيم مش قادرة أقوم جيت النهاردة من مبارح رجبتي رجبتي اليمين مش قادرة أحركها أحطها في الأرض مش قادرة أمشي أم كان فيه كان فيه دوا جامد الدكتور كاتبهولي هو التهابات المفاصل كان بقلي ثلاث أربعة يام ما خدتهو شروح تشتريته مبارح وخدته وما كانش لي نفسي أكل جبت نص كيلو لبن غليته وخدت كوباية حتت على معلقة كاكاو وشربته جيت أقوم النهاردة لقيت مغز جامد وبخش الحمام كتير فضلت أنا من ساة من نهاردة من من مبارح بالليل على دلوقتي كوباية لبن بالكاكاو ما قالتش حاجة غير واحدة تستفندي أو اثنين جيت أقوم مش قادرة أتحرك مش قادرة أتحرك قلت يا بيت لازم تجي على نفسك كان عندي حتة جبنة في التلاجة أكلت حتة جبنة بلقمة عشان أخد الدواء قلت ممكن الدواء العدم عشان رجبتي مش قادرة أحركها بيت رجبتي وعظم كله نشرف عظم كله و و اللهم وصل يوصل ما عليك سيدنا وجيت مش قادرة أقوم كل ما أجأ أقوم عشان أنا خدت ده عشان عدمي وجعني خدت الدواء مش قادرة أتحرك مش قادرة أقوم كل ما أروح للحمام أو كل ما أقوم مش قادرة حاسني مش قادرة بعرق كده أحسني بأرق وأحسني أنا أريد أن أرجع أعدت في الأرض أعدت أرجع مكلتش حاجة أصلا وأمني مبارح هو الأكل ده لأن أكلته كبات اللبن بالليل ده مبارح أصلا كمان إلي كالته إيه كالت بتاع كلام فوادي يعني عشاب مبارح ونرده مكلتش برجع ومش قادرة يا جماعة حاسني جسمي كله طلع منه سخنية كلمت بنتي عيالها عيانين بقلهم أسبوع سخنين دور البرد اللي هو ماشي دا واخدينه كلمتني الصبح يا ماما قلت لها إيه وفاق إيه وفاق في إيه قررت لها السخنية بتدت تنزل شوية بتاعت العيال وانتي يا ماما قلت لها أنا تعباني تعبان عندك يا ماما قلت لها عدم كل وجعني رجبتي بالذات يعني عدم كل وجعني رجبتي اللي من بالذات مش قادرة حط يعني مش قادرة حط رجلي في الأرض فقلت خلاص عادي يا نسرة مترويش وتعملي حاجة عادي كده بس دلوقت احنا دخلين على المغرب قلت أم توضى قصال لي بيت نفسي مش قادرة رحت عادة في الأرض وروحت عادت رجع مش عارف عامل ايه جماعة أنا مش بحكلكو ده عشان حاجة أنا بحكلكو عشان الله حصل لي حاجة تترحموا علي والله العظيم يا جماعة أنا ماليش حد يترحموا علي أنا بنتي بتنسى على تو نحن بتنسى تسألوا علي أنا بأمنكم أمانة شانباة يترحموا علي يترحموا علي مالذي يعرفني يا جماعة يترحموا علي مالذي أمانة فكرت أكلم بنتي وقالها تيجي بسار عارفتنا يلا عينين وهي سهرانة بيه بقالها أسبوع أمان عليكم أمان عليكم ربنا يستلكم الدنيا والآخر لو حصل بي حاجة تتروح عمو علي ما فيش حد يترحم علي أغيركم أنا فعلا ما ليش غيركم بعض ربنا تنميل يا جماعة يكون آخر كلام بيني وبينكم وبينيستركوا في الدنيا والآخر يا رب يا رب يدولي يا أولاد يدولي ربنا يستركوا في الدنيا والآخر يدولي يا راد يدولي